فيلمنا بيبدأ في القطب الجنوبي المتجمل بنشوف مجموعة من البطاريك وهما بيتدقليجوا بمشيتهم كده اللي كلنا عارفينها بيخرج من الصف تلت بطاريك صغيرين ما كانش عجبهم عيشة البطاريك المملة اللي هما عايشينها دي وكانوا عايزين اي تغيير يحصل في حياته وهما بيتكلموا مع بعض بيشوفوا بيدة بطريك بتتدحرج وبتروح بعيد واحد منهم بيكرر ان هو يروح يلحقها مع ان صحابه كانوا بيحذروا ان هو يبعد عن القطيع ما بيهتمش بكلامهم وبتزحلق قرار البيضة اللي بتقف على حفة الجبل وابتقعش بس اللي جاي كحالها عماها وخذ البيضة بسرعته ويعوا هما الاتنين اصدقاء وصلوا وقدروا ان هما يلحقوه بس البيضة كانت وقت منهم لتحر فضت ضحرج لحد ما راحت على سفينة قديمة كده ما هجور على جنب وبيبصوا لقوا ان على السفينة كلاب البحر واللي كانوا خايفين منهم لا يكلوا البيضة في الوقت اللي كان فيه مجموعة من الصحافة بتصور اللي بيحصل فعلشان يبقى الموضوع شايق وكده بيزقوا البطاريك علشان ينزلوهم على السفينة بينزلوا على السفينة وكلاب البحر كانوا بيهجموهم بس البطاريك كانوا قشقية جدا قارفوا ان هما ياخدوا البيضة ويتحكوا عن كلاب البحر ويهربوا منهم بيطلعوا على القلة اللي بترمي لسهم اللي في السفينة واللي بتحديفهم على جزيرة بعيد هما التلاتة والبيضة كمان كانت معاهم وهناك بقى البيضة بتبتدي ان هي تفقس وبيطلع منها هابيبي بطريك لما بيسألهم عن عائلته وبيقولولو ان هما يبقوا عائلته وبيدخل المجموعة بتاعتهم بعد عشر سنين بنشوفهم بيحتفلوا بعيد ميلاده وطلعوا ان هما سموه برايفت وبنعرف ان هما كونوا عصابة هما اللي اربعة ودلوقتي بيعملوا خطة علشان يدخلوا مستودع الدهب بتاع امريكا فعلا بينفزوا خطتهم واللي بتبتدي بانهم يوصلوا للمكان وبيرمعوا عن الحراس غاز علشان ينيموهم بينجحوا اخيرا ان هما يوصلوا لأكبر كمية الدهب ممكن تشوفها في حياته بس الهطل بقى طلعوا مش عايزين اصلا الدهب دولدخلين علشان يسرقوا نوع كارتي معين اخر كمية منه كانت موجودة في المكان ده بيدوا برايفت كوين علشان يجيب لي نفسه كيس من الجهاز بس هو بيجيبه وبنلاقي ان الجهاز شافته الجوة ولما بيروحوا يبصوا عليه الجهاز بيختفهم هما كمان معاه بتطلع رجول اختبوت من الجهاز واللي بتفضل تتنطط لحد ما بتطلع برا بعدها بتيجي طيارة والجهاز بيتعلق بيها لحد ما بتوصلهم لأواصف البحر بنشوف بعدها البطاريك وهما محبوسين في قفاص بس بينجحوا ان هما يهربوا منها وساعتها بيظهر لهم البروفيسير اوكتافيوس بيقول لهم ان هما يعرفو كويس بس هما ما كانوش فاكرينه بيقول لهم طبوا كده وطلع اصلا ان هو اختبوت واسمه ديف وكان محاول نفسه الدكتور بس هما قالوا له بردك مشواخدين بالنا يعني بيحكي لهم وبيقول لهم ان هو كان في الحديقة وكان كل اهتمام الناس وحبهم كان ليه هو لحد ما وصل بعد فترة البطاريك دول وساعتها الناس اهملوه واهتموا بالبطاريك مكانه وحتى قدرت الحديقة نقلته الحوض في الحمامات علشان ما عادش ليه لازمة في الحديقة بره وهو كان شايف ان الكل اللي حصله دوا كان بسببهم هما ومن ساعتها قرر ان هو لازم ينتقم البطاريك واخترع بعد كده سائل بيقضي عليهم بيقول للمساعدين اللي معانه هما يمسكوه بس برايفت بيطلع من بوقه الكاراتين اللي كان وكله في وشه وبيقدروا ان هما يهربوا ساعتها ومعاهم السائل اللي هو اخترع بيفضلوا يهربوا منه وبيطلوا على مركب في النهر بس المساعدين بتوقعوا كانوا لسا وراهم بيخرجوا في الشارع وبيفضلوا يجروا والتانين برضو لسا وراهم لحد ما في الاخر بيدخلوا شارع سد والمساعدين بيزنقوهم وخلاص كده مفيش مهرب ليهم ساعتها بقى بتزهر بومة وبتحاربهم وكمان كان فيه دوب كان متنكر وبتيجي طيارة وبينزل منها كلب بيعرفوهم ان هما فريق اسمه نورس ويند وان هما دلوقتي هيحموهم بياخدوهم معاهم على الطيارة وبيعرفوهم ان هما فريق ووظفته ان هو يحمي الحيوانات الضعيفة اللي زيهم بياخدوهم على المقر بتاعهم والكلب بيطلب منهم معلومات عن البروفيسير اوكتافيوس بيعرفو حقيقة البروفيسير وان هو يبقى الاخطبوت ديف وان هما اخدوا منه السائل اللي هو اخترعه بس ساعتها بيظهر الاخطبوت ديف على الشاشة وبيعرفو من السائل اللي سرقوه دول مجرد عينة صغيرة وان هو لسه عنده كميات كبيرة تانية منه وانه عمل كميات كبيرة دي اكيد مش عشان هما بس لا ده كان عايز يخلص على كل البطاريك اللي في العالم بتيجي اخبار عن خطف مجموعة من البطاريك من الحديقة وبيعرفو ان ديف هو اكيد اللي عمل كده وبيقولوهم الكلب ان هما لازم يتصرفوا بسرعة البطاريك كان عايزين ان هما يروحوا يساعدوهم بس هما بيرفدوا خالص وبيدوهم منوم وبيحطوهم في صندوق والكلب بيأمرهم ان هما يشحنوهم لمكان بعيد عن هنا وهم في الطيارة بيقدروا ان هما يهربوا من الصندوق اللي كانوا فيه وبيفتحوا الباب بتاع الطيارة وبيعرفوا ان هما يهربوا منها وينزلوا على الارض تاني بيقدروا بعدها يحددوا مكان الاختبوت ديف وانه دلوقتي رايح عرض بطاريك في شنجهار وكان اكيد هناك هينافس خطته الشريرة وهم كمان بيعملوا خطة علشان يدخلوا للعرض بيستخبؤك انهم شرط بتاعت اطفال اللي داخله بيشوفوا ديف جوه وبيفضلوا ان هما يرقبوه بيخلوا برايفت يرقس للناس اللي موجودة علشان يشتت انتباههم اما هما بقى بيروحوا يفتحوا الاحواط بتاع المية واللي كان فيها كلاب بحر واللي هما خارجين بيوقعوا ديف في طريقهم في الوقت اللي بيوصل فيه الفريق بتاع نورس وينج بيقولونهم احنا خلاص خلصنا المهمة دي وكمان عبضنا على ديف بس المفاجأة بقى ان ديف قدر يهرب من فتحة في الارض وكمان خطف برايفت وبياخدوا بعدها على الغواصة بتاعته وبيدخل بيها على البحر بس هما بيسكتوش بياخدوا طائرة الفريق وبيروحوا وراهم بس الهطل ضغطوا بالغلط على زراير خلت الطائرة تنفجر وهم ويعوا في البحر بيفوقوا بيلاقوا الفريق معه مركب وحطينهم هما في حتة صغيرة كده وجرينهم وراهم بتقدر المجموعة ان هما يحددوا مكان ديف وبرايفت لانهم كانوا حطين جهاز تتبع في برايفت نفسه بنروح على الغواصة وكان ديف هناك بيتكلم مع البطاريك اللي خطفهم وحبسهم بيعرفهم من السائل ده مش هيموتهم ولا حاجة هو بس هيحولهم لو حش مفترسة في الوقت اللي المجموعة كانت وصلت عندهم البطاريك كانوا عاملين فيها بيلعبوا موسيقى علشان يلهم المساعدين بتوع ديف وفعلا بتنجي عن الخطة ويفضلوا ان هما يغنوا ويرقوسوا معاهم بيدخل بعدها الفريق بس ديف كان عامل حسابه ومستنيهم علشان كده بيقدر ان هو يمسكهم كلهم ويحطهم في قفاص كانوا هيخلصوا على الفريق بس جي ساعتها برايفت اللي عارف ان هو يهرب وانقزه الصحافة كانت متجمعة قدام البحر علشان فيه اخبار ان فيه حد هينقز البطاريك بتطلع على الغواصة ساعتها وفيها ديف وهو كان في شكل بروفسير اكتافيوس بيقول للناس اللي موجودين ان هو اللي هينقز البطاريك المخطوفة وده كان في نفس الوقت اللي السائل كان بيعون شغله على البطاريك جوه في الغواصة واللي بعدها بقى بيطلعوا للناس بس بعد ما خلاص كانوا تحولوا الوحوش بيجروا على الناس اللي خافوا جدا من شكلهم فدروا يهربوا منهم بتيجي ساعتها الشرطة وبيفضلوا يلموا في البطاريك المفترسة وبرايفيت بيبقى شايف كل دون ومش عارف ان هو يعمل ايه بيقدر ان هو يوصل لأصدقائه ويتكلم معاهم بيحاول يفكرهم بكل حاجة وان هما كانوا مجموعة طول عمرهم مع بعض واستحال ان هما يزوا حد وبيقولهم كمان ان هو بيعتبرهم عيلة اللي بجد وفعلا بيعرف يخليهم ان هما يرجعوا لطبيعتهم تاني بيفكروا بعدها في خطة علشان ينقذوا بقية البطاريك ويقرروا ان هما يكسوا الشعاع اللي بيحاولهم دون علشان يرجعهم تاني طبيعيين بس علشان الجهاز يشتغل بحتاج حد يفضل فيه علشان ياخد منه طاقة وبرايفيت بيتطوع ان هو يقوم بالمهمة دي وفعلا بيقدروا بالجهاز ان هما يرجعوا البطاريك تاني من التحول ده والفريق بيدخل ساعتها وبيقدروا ان هما يضمروا الغواصة بتاعت الشرير بس بنلاقي ان برايفيت تحول وابقت ليه قرون كبيرة بس البطاريك اصحابه مهتموش بشكله وفضلوا يحتفلوا بيه لان هو اللي انقذ البطاريك كلها وديف كانت الاشعة صغرته وبقى محشور في العلبة الازاز دي واللي الطفلة دين بتاخدها وبتفضل ترجرج فيها شكله هيشوف ايام مرجحة والبطاريك بيفضلوا يلعبوا وكانوا فرحانين ان هما خلصوا من ديف وانقذوا بقية البطاريك كم وصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة